بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في فيديو النهاردة بإذن الله عن فيلم أمير الظلام الجزء الثاني بطولة الفنان الكبير عاد الإمام أول حاجة هنقولها عن تفاصيل الفيلم هو إنه سعيد المصري أو الجنرال اللي هو عاد الإمام طبعا بعد ما قتل العصابة الإرهابية الأجنبية وأنقذ موكب سيادة الرئيس طبعا زي ما شفنا في الجزء الأول بأنه أتكرم وعملوا لي احتفال كبير جدا وكرموه فبعد فترة الجنرال أتجوز من علياء اللي هي تبقى شيرين سيف النصر أتجوز منها وبعد فترة أنقب منها ولد وسماه أحمد فخلال الفترة دي يظهر واحد أسمه ميتكس ميتكس ده كان أخوه عزام اللي هو يبقى ضياع عبد الخالق اللي هو يبقى تبع العصابة الإرهابية المتضرفة الأجنبية فطبعا ميتكس أول ما عرف بإنه أخوه القتل هو وباقي زماجله وعرف بإنه الجنرال هو اللي قتله طبعا رجع على مصر لكي ينتقم من الجنرال سعيد المصري فرجع في مصر ومعاه طبعا أربعة من صحابه وكانوا مسلحين فبعد كده عرفه عنوان سعيد المصري فلما خرج سعيد المصري لنفسه قدام البيت طبعا أطلقوا عليها عدة رصاصات متتالية الغاية لما مات الجنرال فطبعا خرجت علياء فالصدمت أول ما شافت جوازها سعيد المصري مكتول فطبعا النيابة والحكومة جاءتوا حقق ولكن للأسف الشديد ميتكس هو واللي معاه هربوا من مصر وما قدرتش الحكومة تقبض عليهم فطبعا عاشت حزينة جدا علياء بعد موت أو وفاة جوازها الراحل سعيد المصري فربت ابنها أحمد اللي هو يبقى ابن سعيد المصري على شجاعة وأخلاق أبو فطبعا بعد مرور ثلاثين سنة ابن سعيد المصري أحمد بقى زابط كبير جدا زابط كف ما حدش كان ما فيش مجرم في تاريخ الوزارة كله يعني ما فيش مجرم كان مدوخ الحكومة إلا هو قبض عليه فكان زاب الشجاع جدا زي أبوه سعيد المصري بالزب فمن مظاهر شجاعته بأنه في كان بعض الأيام كان بيخدم في الصعيد فكان واحد أسمه عطى النمر عطى النمر ده كان أكبر تاجر مخدرات في الصعيد كلها فالحكومة ما قدراش كانت تقبض عليها فأرسلت لي الزابط أحمد سعيد المصري لأنه عارفين وش جاعة وزابط كف وما فيه الزابط في شجاعته في تاريخ الوزارة كلها طبعا ورس الشجاعة دي من أبوه سعيد المصري فأعطى النمر كان معاه رجالة مسلحة وكان معاه في نفس الوقت قنابل فما كانش الحكومة ما قدراش تقبض عليها أصلا لأنه طبعا كان خطر جدا فالزابط أحمد سعيد المصري عمل خطة محكمة جدا بحيث تقدر يقبضوا عليها فأخذ قوة كبيرة جدا من قوات الأمن وعمل خطة ما تخرش الميا فأستطاع أن يقبض على تاج المخدرات عطى النمر وخلص على باقي رجالته يعني بأدنى خسائر من القوة ولكن طبعا الزابط أحمد المصري لما أحمد سعيد المصري لما هاجم رجالة عطى النمر حصل اشتباك كبير جدا وضرب نار ولكن طبعا زي ما قلنا كانت نسبة خسائر القوة تبع الحكومة كانت إقليلة جدا ولكن نسبة الخسائر بتاع عطى النمر أحمد سعيد المصري لف ليه خلف بيته وقبض عليها من غير ما يحصل له أي حاجة فطبعا الوزارة كافيت الزابط أحمد سعيد المصري بسبب قبضه على تاج المخدرات الكبيرة عطى النمر اللي كان مدوخ الحكومة فبعد كده الزابط أحمد سعيد المصري كان بيحب بنت أسمها ندى كانت بنت وزير مهم جدا فأتجوزها وأمه طبعا اللي هي عليها تبقى شيرين سيف النصر فرحت جدا بفرح ابنها ولكن في يوم من الأيام تحدث كارثة كبيرة جدا وهي بأنه ميتكس اللي قتل الجنرال سعيد المصري نزل مصر مرة تاني وهو ومعه سبعة من زملاء المسلحين اللي هي العصابة الإرهابية المتطرفة الأجنبية فنزل مصر علشان يكتل وزير مهم جدا ففي يوم من الأيام بالفعل قتل وزير مهم جدا والوزير ده كان والد مرات أحمد سعيد المصري اللي هي مرات ندى فطبعا ندى زعل جدا لما عرفت بأنه أبوها قتل واحمد برضو زعل أيضا وكان حلف لندى بشرفه بأنه لازم حجيم اللي قتله فطبعا الحكومة لما عمر التحريات عرفت بأنه اللي قتله مجموعة مجموعة إرهابية أجنبية متطرفة هي اللي قتلته وطبعا عرفه من بعض التحقيقات بأنه اللي قتله هو هو الشخص اللي قتل سعيد المصري زمان اللي هو الجنرال فطبعا أحمد سعيد المصري فرح جدا بأنه اللي هو اللي قتل في مصر ده يبقى هو اللي قتل أبوه عشان أنتبذ الفرصة وقال لازم أنا حجيب حق أبويا من اللي قتله زمان فميتكس أخذ زملائه وقعت في حتة كده في مصر وقال ليهم بأنه أحنا قال أصحابه بأنه احنا اليومين دون مينفعش نسافر ونرقع بلدنا تاني علشان للوقت الحكومة مشددة خالص وكل الجهات الصفر مقفلها فلازم نستخدم هنا كام شهر لغاية لما الدنيا تروق وتهدأ فطبعا في الوقت ده بالفعل الحكومة كانت مشددة على جميع المطارات والبحور بحيس يعرفوا مين اللي داخل واللي خارج فطبعا كان من الصعب بانه ميتكس هو واصحابه يهربوا برا مصر لانه الحكومة كانت مشددة حراسة مشددة للغاية فطبعا احمد سعيد المصري هو مسك القضية ديه وكان بيدور على ميتكس وهو وباقي اصحابه فطبعا كان قالب الدنيا عليهم ومخليش حطة مصر الا هو كان بيدور عليها وفي اليومين دول ما كانش بينام ولا ليل ولا نهار لانه كان تفكير اللي شاغله هو بانه يجيب بحق ابوه وحق ابوه امراته اللي هو الوزير المهم اللي قتلوه فطبعا في يوم من الايام وصلت للحكومة اخبارية بانه ميتكس هو واصحابه قاعدين في منطقة معينة فطبعا مسدق سمع الخبر ده احمد سعيد المصري واخد معاه قوة كبيرة جدا وقوة مشددة للغاية واخدوا معاهم عربيات مضرعات كثيرة جدا وراحوا في المنطقة اللي قاعد فيها ميتكس هو واصحابه فطبعا اول ما وصلوا هناك حصل اشتباك وضرب بنار كبير جدا ما بين رجال ميتكس وبين القوة ما بين الحكومة واحمد سعيد المصري فاحمد سعيد المصري كان بيدرب بشراسة لدرجة انه هو والقوة ضربوا كل اصحاب ميتكس وما فضلش غير ميتكس لوحده فميتكس لما شاف اصحابه هربوا لما شاف اصحابه ماتوا كلهم طبعا قدر يهرب بالعربية ويجري فطبعا احمد سعيد المصري ركب عربية البوكس ويجري وراه الغاية لما يقتله فطبعا كان بيسوق بسرعة رهيبة جدا ميتكس ولكن طبعا الصقر احمد سعيد المصري ما كان سايبه وكان وراه خطوة بخطوة الغاية لما ميتكس عمل العربية بتاعته حادس فبعد كده العربية كانت على وشك الانفجار فبعد كده احمد سعيد المصري طلعه وقال بانه النار دي ليك في الاخرة طلعه من العربية وبعد كده انقص حياته وبعد كده لبس في يده الكلبشات ورفع السلاح في وشه احمد سعيد المصري وقال ليه بانه انا انقصتك من النار لان النار دي ياتي لسه ليك في الاخرة وحتاكلك كتير ولكن انا حبيت بانه اكتلك بيدي علشان اشفي غليلي واخذ بطار ابوي الجنرال احمد سعيد المصري واخذ بحق حماية الوزير فطبعا احمد سعيد المصري ضرب ميتكس عدة طلقات سريعة متتالية بجسده الغايت لما مات ميتكس فطبعا فرح جدا احمد سعيد المصري لما اخب بطار ابو الجنرال سعيد المصري وحماء الوزير فطبعا وزير الداخلية عمل احتفال كبير جدا للظابط احمد سعيد المصري وكرم مكافأة مالية كبيرة جدا وكمان رقاه وبقي رتبة عالة جدا احمد سعيد المصري لانه خلصهم من عصابة ارهابية متضرفة رهيبة جدا فطبعا فرح جدا احمد سعيد المصري بالتكريم اللي حصل له من الوزارة والترقية العالية اللي حصل عليها وكمان اللي كان مفرحه اكتر بانه هو اخب بطهر ابو الجنرال سعيد المصري وحماء الوزير المهم جدا ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني من فيلم امير الظلام الجزء الثاني بطوط الفنان الكبير عاد الامام تأريف واخراج احمد سعودي اتمنى بانه احداث الفيلم تكون نالت اعجابكم اعزائي المشاهدين وبانه تكون قد استمتعتم باحداث الفيلم ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله ويرات يا جماعة لنفسه في اي فيلم سواء اي جزء تاني سواء من فيلم او مسلسل يعرفني ده في التعليقات وانا احاول بقدر الان كان اعمل لي والف لي الجزء اللي هو نفسه فيه سواء كان مسلسل او فيلم ونشوف في فيديو جديد باذن الله عزيز المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى